مساء الفل، المسلسلات والأفلام، زي مهمتها التسلية والترفيه والمتعة وطبعاً تقضية وقت لطيف للمشاهد، ساعات بيكون دورها أكبر بكتير وإنها تغير حاجات غلط كتير في المجتمع وكمان تناقش قضايا جديدة، ناس كتير بتعاني منها بيبقوا محتاجين أن صوتهم وقضيتهم توصل للمجتمع كله عشان يوصلوا الحل، زي نادية بطل القصة حقيقية النهاردة اللي بعتت تقول لنا أنا شفت حكايتي في مسلسل تحت الوصاية لدرجة أني حسيت نفسي مونزكي في محنتها مع تفاصيل تانية أغرب وأصعب وشفت كمان بحكم مشكلتي حكايات تانية لستات كتير زي قصصهم تنفع تكون جزء تاني لمسلسل بقصص وزوايا جديدة، ناس كتير ما تعرفهاش يا تارا، إيه مشكلة نادية اللي شبه المسلسل؟ طب إيه التفاصيل الجديدة اللي في حكايتها؟ تعالوا نسمع القصة من أوله ونشوف نادية بعتن لتقول لنا إيه اسمي نادية أرمالة وسني 34 سنة وعندي بنتين فدوى عشر سنين ويسر خمس سنين اتجوزت وأنا عندي 23 سنة بنجاري بعد قصة حب فضلت سنين قبل الجواز أحمد خارج تجار بس طول عمره بيحب مجال صناعة الملابس وكان إنسان شهم وجدع وأصيل وفيه كل الأخلاق النبيلة اللي ممكن تحلم بيها أي بنت ده غير إنه كان إنسان طموح ودايما عايز يعلم ويبقى حاجة كبيرة مش عشان نفسه لكن عشان أسرته وكل اللي حواليه وبعد جوازنا بثلاث سنين قال لي تعالي معايا مش وار ورحت معايا وأنا مش عارفة رايحة فجئت بمصنع ملابس كان لسه على تضيق وقال لي مش هتقولي لي مبروك على مصنعنا الجديد ولا إيه وبقيت مش عارفة رد أقول له إيه وأنا ماشية في المصنع اللي جوزي أسسه بتعبه وشقاه بعد سنين طويلة من الشغل وتحوشت القرش على القرش من غير ما يشتكي من التعب والصهر وقلت النوم والمجهود الرهيب اللي كان بيبزله مشكلة أحمد الوحيدة بالنسبة لي كانت في أخته اللي طول عمرها بتغير مني خصوصا لما كنا لسه بنحب بعض قبل الخطوبة والجواز إنسان غيورة فوق الوصف ويا ما حاولت توقع ما بيننا وتقنعه يتجوز من واحدة صاحبتها كانت عاملة عليها شخصية بحيث تضمن إنها تبقى تحت طوعها وتمارس عليها دور الحامة من غير ما تعترض ولما كل خطاتها فشلت بقيت تضيقني بعد الجواز بالكلام اللي بيتقال من تحت لتحت لكن أحمد كان دايما بيقف لها ويحرجها وفي مرة قال لها من الآخر كده يا أماني أنا بحب مراطي وما فيش مخلوق هيقدر يتدخل بيننا ولو بتحبي أخوكي بجد يبقى لازم تحترميها وتعمليها كويس يا أمها تخسريني وكان دايما بيدلعني ويعملني أحسن معاملة قدامها وقدام بقيت أهله سواء بابا ومامته وأخته التانية وكلهم بصراحة كانوا كويسين معايا لحد ما جي اليوم اللي ما كنتش عاملة حسابه لما لقيت الباب بيخبط وناس من المصنع داخلين علي وشايلين جوزي وبيقولوا لي بقاء لله سكتة قلبية والسر الإلهي طلع فلحظة من يومها وفي سطارة سودة نزلت قصاد عيني حسن يفي كابوس مستنيها فوق منه ويطلع كل ده كذب بس للأسف بقى ده حقيقة ومش قادر لحد دلوقتي يستوعبها ولا أتعامل معاها أنا أو بناتي أول حاجة البقاء للهي نادية بس إيه اللي حصل لسه فيه تفاصيل تانية كتير تعالوا نكمل لا أنا ولا أحمد الله يرحمه خطر على بالنا إنه ممكن يموت بالسرعة دي عشان كده محدش فينا حط احتياطه ليوم زي ده ومن بعد الوفاة دخلنا في قصة المجلس الحاسبي وحماية بقى هو الواصي على المصنع والمتحكم في كل كبيرة وصغيرة في حياتي أنا والبنتين وظهرت أخت جوزي على حقيقتها يا سالي وقد إيه كانت بتكرهني وخدت راحتها على الآخر بعد ما مات الراجل اللي كان بيحميني منها ودايما بيقف لها أخت جوزي يا سالي مالت دماغ حماية وبقيت أهله إني بحب حد تاني من الناس اللي في المصنع وإني بخطط إن نتجوزه عشان نسرق من إرادة المصنع لحسابنا مع إن المصنع أصلا يعتبر مصنعي مصنع بناتي أحمد الله يرحمه كان دايما بيقولي كده كان بيقولي إنه بتاعي وليه فيه زيه بالضبط عشان وقفت جنبه وسندته وشجعته لحد ما كبره وكنت بشتغل فيه معاه وعرفة فيه كل كبيرة وصغير وفجأة بقيت أتعامل في ورث جوزي وبناتي كإني واحدة غريبة بتشحت مع قيمة طويلة من التحكم ممنوع أهوب ناحية المصنع بأي شكل من الأشكال ولو احتاجت حاجة أطلبها من حماية وهو يشوف ينفع ولا لأ معظم العمال اللي كانوا في المصنع طفشوا وكانوا بيجولي يشتكولي من اللي بيحصل وبقتش عارفة أعمل إيه وبعد ما حماية بقى واحد تاني معايا ما بعرفش نقشه ده غير إنه هو وولاده بقوا يدوروا المصنع بشكل غلط أثر على المبيعات بشكل كبير لما حاولت أتدخل قال لي بكل برود دي ظروف السوق إحنا مش مؤثرين ده غير أزمة تانية يا سالي حماية بحكم إنه هو اللي بيصرف على بيتنا بقى يتدخل في تربيتي للبنات مخالي نفسه قدامهم إنه هو اللي بيجيب لعب وحاجات بيحبوها والبنات بقى تكسر كلامي وتسمع كلامه وأي حاجة يجروا يحكوهالو ويشتكو مني وهو يمشي كلامهم مع إنه خرجهم من مدرسهم الخاصة بحكم إنه مع الولاية التعليمية وأهمل في الصرف على دراسهم الخصوصية بحجة إنها مش مهمة والبنات البنات بقيت روح تقعد في بيت حماية اللي معانا في نفس الشارع وبقوا يتربوا بطريقة عمتهم ودرجاتهم بقيت وحشة خصوصا ببنتي الكبيرة بعد ما كانت من الأوائل وصات كل ده يدي مغلولة وصباعي تحت درسهم ومش عارفة أعمل إيه وكأن الظروف والقانون بيقولولي تولدي أه تربي أه تشيل المسئولية أه لكن تصدقي نفسك إن ليك حقوق ويبقى ليك الولاية أو الوصاية على ولادك لأ وفي المجلس الحزبي وعلى السوشل ميديا يا سالي شفت مهازل ستات بتتمم سومتهم من أهالي جوازهم ويتقلهم يا إما تتجوزوا أخوا الزوج اللي أحيانا بيكون متجوز ومخلف يا إما مش هتشوفي مننا أبيض ولا سود ده غير ستات تانية بتتسرق أو مشاريع جوازها ببوز مش عارفة تثبت تحكمات ما يتحملهاش بشر ساعدوني بالله عليكم نحد هنا وخلصت رسالة نادية رسالة مش مجرد دينية تبقى قصة شخصية لوحدة مثلا من الناس اللي بتفرجوا على البرنامج أو بتلجأ لنا قد ما هي ممكن تبقى حاجة كده زي جرز إنذار لكل مجتمعنا تفتح الباب إننا نناقش موضوع مهم جدا بتعاني منه أرامل وأيتام بعد ما بنشيل الوصاية من عند الأم أو الأب بيتوفو تبقى الوصاية لأهل الزوج بس هنا بقى فيه سؤال تاني تفتكروا لو اتغيرت القوانين وده كله هيبقى في مصلحة الأم الأرملة وولادها هل 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 كل الأمهات هتكون أمينة فعلا على الميراث طب ما احنا بتشوف تفتكروا لو كل حاجة اتغيرت أو القوانين اتغيرت لمصلحة الأم أو بقت معاها هي هيبقى دات صح طب ما احنا بتشوف أمهات بترمي عيالها في الشارع وبتروح تتجاوز بتشوف أمهات تانية عادي رمية الليلة زي ما بيقولوا طب نسيب الحال على ما هو عليه طب في حالة ثالث طيب نعمل ايه طيب نعمل ايه